مملكة البحرين مملكة البحرين بزيادة النمو الاقتصادي بالاسعار الجارية بنسبة 5.1% مقارنة بالفصل الاول من عام 2017 عام 2018 كان شاهدا على اكتشاف الحقل النفطي الاكبر في تاريخ البحرين حيث وصلت تقديرات موارده بـ 80 مليار برميل بالاضافة الى كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين وتم في العام نفسه تجشين خط الانابيب الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الاكتشافات والانجازات في مجال النفط والغاز لم تمنع البحرين من مواصلة سعيها الرائد والسباق لتنويع مصادر دخلها ومحاولة الخروج من سطوة النفط وتقلبات اسواقه واعتمدت البحرين على قطاعات السياحة والصناعات الثقيلة وتجارة التجزئة بالاضافة الى الاقتصاد المصرفي كمصادر للإيرادات غير النفطية وحققت نموا إيجابيا مستمرا عام 2018 لم ينتهي الا وتمكنت مملكة البحرين من الاحتفاظ بموقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريبا سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط